موسيقى الاهتمام بالشباب بركزة أساسية في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري تتطلب الاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضة توجيهات أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فالرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضاً أهمية زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التي توفر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتساهم أيضاً في اكتشاف وصقل المواهب التي تسخر بها مصر في الرياضات المختلفة الرئيس السيسي وجه أيضاً بإدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمي واقتصادي مع العمل على توفير آليات جديدة مبتكرة تساهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها وتوفر موارد جديدة لتمويل تطويرها كما ورعها الرئيس بتكثيف البرامج والأشطة لتشجيع الشباب والنشآت على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي وتنميل الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وعرض وزير الشباب الرياضة من جانبه تقريراً حول مشروعات تطوير منطقة ساد القاهرة الدولي وتطوير عدد من مراكز الشباب وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخراً مثل المدينة الشبابية بالغردقة والمشروعات الجارية تنفيذها مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع مركز شباب الأصمرات ومشروع إنشاء مضمار للدراجات باستاذ القاهرة الدولي ومن المقرر أن يصديف أول بطولة في عام 2020 كما استعرض أيضاً وزير الشباب ورياضة تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضياً وأيضاً المشروع القومي للناشئين اشتركوا في القناة